في الوقت الذي تشتد فيه الأزمة وتتضافر جهود الغيورين لخدمة أهليهم وأوطانهم نسمع من هناك فحيحا من الراقصين على جراحنا الراقصون على جراحنا هم الذين لا يبادرون إلى التطوع في خدمة أوطانهم عند الأزمة وإنما يستغلون هذا الوقت لكشف أخلاقهم ومعادنهم السيئة فلا عمل إلا بمقابل الراقصون على جراحنا هم أهل الجشع والطمع ممن امتلأت بطونهم من أموال السحت فيستغلون الأزمة لرفع الأسعار وحكر السلع الراقصون على جراحنا هم الذين يحولون الأزمة الصحية إلى أزمة فكرية أخلاقية فيرفعون الصوت الطائفية البغيض من أجل تحقيق أهدافهم الراقصون على جراحنا هم الذين يتجاهلون ذلك الجبل العظيم من الحسنات لأولئك المسؤولين الذين يتطوعون في الدفاع عن أوطانهم ويعمدون إلى سيئة أو سيئتين فيحولونها إلى صراع سياسي لا يستطيعون تأخيرها إلى الراقصين على جراحنا جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني فريقي وما شكري لها حمدا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي